بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الروح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ساريا من القلب والروح إلى القلب والروح واليوم نقف وقفة وقفة مع العبادات الله سبحانه وتعالى شرع لنا مجموعة من العبادات التي كلفنا بها كلفنا الحق سبحانه وتعالى ولم يتركن هكذا بل كلفنا بمجموعة من العبادات هذه العبادات نؤديها لله سبحانه وتعالى إرضاء وجلبا لرضاه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين العبادات كلفنا الله سبحانه وتعالى بها كلفنا أن نصلي كلفنا أن نصوم كلفنا أن نزكي وهذه هي العبادات المحضة وإن كان سلوك ما فيه نفع للإنسان أو تعمير للأرض أو تسكية للنفس هذه من العبادة التي أيضا كلفنا الله سبحانه وتعالى به أيها الإخوة المشاهدون هنا نلحظ شيئا تذوقه قبل أن يتكلم به الصالحون على مدار العصور لقد تكلموا وقالوا كفى لي شرفا أنك يا ربي لي رب كفى لي شرفا أنك لي رب لما سمعوا نحو قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وهونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة ماذا قالوا؟ قالوا ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا لقد رأوا أن العبادة فيها شرف أن عبادتهم وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى يجعلهم في منزلة ليست فقط فيها تكليف لأن التكليف أحيانا يصحبه شيء من الثقل وهذا إن كان في أول الأمر فتدرب الإنسان على أداء العبادات ويأدرب مثلا على أداء الصلوات وتدرب على أن يؤديها في وقتها بعد فترة يقل هذا ومرة في مرة تصير الصلاة جزءا لا تجزأ من الحياة وجزءا لا تجزأ من الحلاوة حتى يصير على شيء من نمط ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب بلال فيقول له أرحنا بها يا بلال هنا نتزوق معنى التشريف أرحنا بها بالصلاة يا بلال هل الصلاة فيها شيء من الاطمئنان كذلك العبادات؟ هل الصلاة إذا أداها الإنسان بحقها أقام الصلاة وتأمل القرآن كله حديث عن إقامة الصلاة وليس فقط عن أداء الصلاة ولا عن الصلاة المطلقة هكذا إنما عن إقامة الصلاة فهو شيء له مواصفات هل الإنسان إذا أقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان بحقه يصاحبهم مطمئنينة؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين هذه بعض لمحات التشريف يشرفك لما يجعلك مطمئن يشرفك سبحانه وتعالى لما يجعلك أصلح في قومك والعبادات من آثارها أن تكون أحسن سلوكا في الناس وأنفع لخلق الله سبحانه وتعالى العبادات فيها تكليف وينبغي أن نؤديها وفيها تشريف ستشعره وتتذوقه وتحس به إذا أديتها بحقها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين